يا صباح الخير يا صباح السعادة يا صباح التفاقل يوم جديد وبرنامجكم الجديد باب الحياة كل يوم في برنامج باب الحياة وكل حلقة هنتكلم فيها عن حاجة تخص حياتنا عشان نقدر نعيشها صح هنخبط كل حلقة على باب من أبواب الحياة علشان نقدر نعيش بطريقة سليمة وصح ونعرف أكتر عن كل باب هنخبط عليه ندخله ازاي أنا أسهل طريقة نعيش بيها بطريقة صح وبطريقة تخلينا مرتحين أكتر مبسوطين أكتر وعشان كده النهاردة فكرنا ايه أكتر باب كل الناس بتفكر فيه كل الناس نفسها تدخله كل الناس عايزة يكون عندها بيت يكون عندها سكن يكون عندها مكان ترتاح فيه تجمع فيه شمل عيلتها هي وأولادها وزوجها وبيكون ده صداع على كل رب أسرة ورب بيت أنا عايز أجيب في الوقت الحالي شقة ليه وعايز في الوقت اللي بعد كده أجيلا أجيب شقة لأولاد وعشان كده يعني السياسة بتاعتنا مشكورة عملت لنا مبادرة التسويق العقاري اللي من خلاله نقدر نجيب شقة بطريقة أسهل وأبسط ولكن ناس كتير فكرة أن الموضوع صعب ما يعرفوش بيتعامل إزاي وجايين هنا النهاردة نقول لكم التمويل العقاري هو إيه وبيتعامل إزاي وشروطه إيه ونعرف إزاي ناخد شقة تمويل العقاري بطريقة بسيطة تكون الدنيا أسهل فيها هيتعامل ده إزاي من خلال ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة أستاذ أحمد بدر صاحب شركة تبي صاحب شركة ديول العقارية هيكون معينا النهاردة إزاي حضرتك؟ إزاي يا دكتور أرغانية أهلا ما صحنا بحضرتك منورنا ومشرفنا أستاذ أحمد أهلا ما صحنا بحضرتك وبجميع أستاذ المشاهدين بنتكلم النهاردة زي ما قلت عن التمويل العقاري ناس كتير فكريه أنه حاجة صعبة حاجة أعملها إزاي يعني أنا عايز أخد شقة تمويل العقاري ومصدعش نفسي بقى بالإقصاط الربع سنوية اللي عمليها الشركات إنه هو كل ثلاث شهور أدفع بلق فلوس كبير جدا جدا أتعامل إزاي علشان أقدر أخد تمويل العقاري وإيه هو في البداية التمويل العقاري؟ تمام بداية عشان أشرح قصة التمويل العقاري بتدت إزاي إحنا بنتكلم في سلعة استراتيجية الشقة دي زي ما حضرتك تتركت في بداية الحديث إن هي باب الحياة ما فيش حد فينا ما بيدورش على سكن وما بيدورش على شقة يبتدي فيها حياة أو لو هو ساكن بالفعل بيدور على حاجة يعمل فيها استثمار فبالتالي الدولة رأيت إن مبادرة التمويل العقاري هي سلعة مضمونة ومشتري موجود في شقة بيسدد إصادها على مدار طويل على مدار 30 سنة بس طبعا ده بيكون لقالية ولي شروط معينة البنك بيطلبها لتمويل الشقة الرغبة للتمويل أو للشخص الراغب في تمويل الشقة طب في البداية كده هل التمويل العقاري ده أسهل أسهل طريقة إن أنا أخد شقة على وقت طويل جدا 30 سنة دي ما فيش أي شركة بتخليك تعمل حاجة زي كده إنما البنك المركزي قادر يخليك تعمل تمويل العقاري على 30 سنة بزبط فهل ده بقى بيخلي البنك عليه يدي راس مال كبير لأن فيه مجتمعات عمرانية كثيرة جدا شغالة في التمويل العقاري تمام فده بيخلي البنك واخد فلوس كثيرة جدا من الدولة وعمل لها يعني حسبة كده معينة إن هو إيه يخلي أي حد يعني رايح البنك يعرقله الموضوع شوي عشان يعمله ولا الموضوع مزلل وسهل وكويس لا هي الناس فهمة أو عندها تخوف إن البنك هيعمل له معركيل بل بالعكس البنك بالنسبة له ده أضمن استثمار لأن سلعتي مهما يكون أنا دفعت فيها رقم البنك بيمول الوحدة لغير 80% فطبعا البنك مش هيحط فلوس ومش هيعمل مشروع اللي لما يكون فعلا هو عامل مؤيسة ليه وعارف قد إيه المشروع ده مربح وإن هو ضامن إنه هيفضل ياخد فلوس من العميل على مدار 30 سنة طب البنك ضامن حقه يعني البنك ضامن حقه واللي بيشتري ضامن البنك مش هيحط فلوسه في حاجة أي كلام أو حاجة مش مرخصة ومش مسجلة هيبقى ضامن برضو حقه طب اللي بيبيع يعني اللي بيبيع شقته هل ده ضامن حقه؟ طبعا يا ولا ضامن حقه من البنك بس هل ضامن حق بقى تعبه وإن أنا هروح مشاوير كتير وهعمل حاجات كتير فبيزود على سعر الشقة سوية؟ لا مش ما بتتحسبش كده هي بتتحسب إن هي الثلاث أطراف لازم يكونوا متطمنين جدا لآلية العمل وآلية التعاقد البنك مش هيدي وحدة لشقة وحدة لشخص اللي ما يكون مستوى في كل الشروط وهنتطرق في الزكر للشروط دي وإيه المطلوب فالبنك بيمول لشخص لازم يكون له معروف صافي دخله إيه معروف طبيعة عمله إيه الشروط دقى اه الاشتراثات الشروط والقليات الشروط اللي بتخلي البنك يوافق على الشخص ده وقبل الشروط كمان عايز أعرف هل ناس كتير قوي بتروح تدور على الوحدة السكنية الأول وتقولك لأ أنا أدور الشقة دي عجبيني سواء أرضي أو متكرر أدور الشقة دي عجبيني الأول واخترها وبعدين أستوفي أوراقي الشخصية وأوراقي مع البنك فهل ده صح ولا نبدأ إزاي يعني إيه اللي يحصل عشان أبدأ أفكر في التمويل العقاري تعجبني شقة الأول ولا أحضر أوراقي الأول تمام احنا لازم طبعا في البداية نكون عارفين أن فيه شريحتين للتمويل العقاري فيه شريحة محدودة الدخل وفيه شريحة متوسطة الشريحة المحدودة الدخل دي لها سقف في التمويل بيصل لربعمائة وعشر ألف الشريحة المتوسطة اللي هي سقف في التمويل بيصل لمليون وربعمائة طب أنا هعرف منين أن حضرتك تتبعي أنهي شريحة فطبعا بناء على الورق اللي حضرتك هتقدمه لي من صافي داخله أو مفردات مرتب ده بناء عليه بعرف أن حضرتك بتتبعي للشريحة اللي هي سيء مثلا محدودة الدخل أو الشريحة المتوسطة وبناء عليه أبدأ أرشح لحضرتك الوحدات والمشاريع اللي تتناسب مع الشريحة علشان ما نعملش أو ما نفضلش ندور على أشواء ونتفرج ونتعب نفسنا ونتعب ناس كتير معنا وفي الآخر ألاقي مفردات المرتب بتاعتي جايبالي الشريحة المحدودة الدخل وأنا بقالي كتير بدور على الشريحة المتوسطة تمام يعني أنا بيجيلي الأول صافي المرتب بتاعي المفروض أدفع منه تقريبا 40% كإستشهري صح كده؟ هو المفروض إن لو صافي الدخل إستشقة لا يتعدى 40% من الدخل إستشقة ولو فيه كروت أخرى لو كان حد مقترد لسيارة مقترد لأي شيء تاني المهم إن إستشقة ومجموعة الكردين لا يتعدى 40% من الدخل فبالتالي كده إحنا تماما طيب وأصحاب المعاشات هل أنا مثلا لو أنا عمري 40 أو 45 وأنا معيشي بيطلع على 60 وفيه ناس بيطلع على 65 وفيه ناس طبعا زيادة قوات المسلحة بتطلع على 45 أو 50 يعني حسب كل واحد وشغلته إيه فهل أصحاب المعاشات ضمن الشرائح دي بيتعاملوا إزاي؟ هي من جمال المبادرة إن هي راعة حقوق كل المواطنين بما فيهم ودي حاجة ممكن محدش تترك فيها في الكلام المقيمين داخل مصر العاملين بالخارج أصحاب المعاشات أصحاب المقنة الحرة أصحاب النقابات العاملين في الكتاع الخاص فهي لمت كل الشرائح اللي موجودة في مصر حتى للمقيمين غير المصريين داخل مصر بأوراق سبوتية معينة يقدر برضو ياخد إيه؟ ياخد تموين هي المبادرة 3% وتنقصة والسداد على 30 سنة طبعا حتة المعاش هو سقفة التقديم لغاية سن 62 سنة بنستفيد لو وصل السن 62 سنة بيستفيد بتقصية لغاية 75 سنة تم مد فترة السداد لغاية 75 سنة فإذن أصحاب المعاشات ليهم نصيب معنا في مبادرة التنويل العقاري 3% وتنقصة وتنقصة على 30 سنة تمام إيه بقى الشروط اللي البنك بيقولي أنا عايز الشروط دي منك أجبهاي لك فبعد كده أبدأ أدور على الشقة وإيه سروط الشقة؟ تمام بص حضرتك الأول موضوع الشروط دوت فيه تفاوت ما بين كل شخص وآخر حسب طبيعة عمل يعني حضرتك بقول حسب الشرائح اللي تكلمت فيها الأول آه اللي فيه شريحة محدودة الدخل وشريحة متواصل حسب الشرائح اللي بتتكلم فيها دي بناء عنا عليه وكام سنة تقدر تاخد الكورد ده حسب سن وحسب سنه أقدر بعد كده أشوف أنت هتدخل إزاي وشريحتك قد إيه واتعامل بنكيا يعني بالظفت البنك طبعا بيشوف زي مع أي حد بيروح يشتري حاجة أو بيقترض من البنك البنك بيبقى ليش تراتات معينة علشان يبقى ضامن الشخص اللي هو هيموله فطبعا هو البنك لما هيمول وحدة هيمول شقة بأرقام تصل مليون ربعمية فلازم يكون ضامن الفلوس اللي تتدفع فعقار سلامته الورقية إيه والشخص اللي أنا هموله هو برضو طبيعة عمله وصوف داخله يهيأه ويرشحه لأنهي شريحة فالبنك طبعا ما بيسيبش الموضوع كده كل واحد على هواه لا ده هو بيحط اشتريات معينة بحيث أن اللي ياخد شقة يبقى قادر يدفع قصدها ما يبقى الشريحة محدود الدخل مرتبه قليل ويلاقي نفسه بمحدود فقصد كبير عليه ودي من دمدي برضو الحاجات اللي الناس بتسأل فيها كتير طب و أنا لو ما قدرتش أسدد الإصاد بتاعت الشقة إيه اللي هيحصل معي بالظبط ده حاجة يعني أنا ما قدرتش أسدد الإصاد كمان سمعت حاجة أنه لازم وسمعت حاجة دي معظم الناس تقولها في التمويل العقاري معنهمش معلومة ثابتة فعلا آه في تخبط كتير فعلا في المعلومات أو في الموضوع ده فسمعت حاجة أنهما يعود يقولوا إيه لأ ده لو الشقة لازم ترخيص معين ولو الأرض مترخصة أو الشقة مترخصة بس الأرض مش مترخصة لازم يحصل تصالح ولو العكس لا ينفع إيه الموضوع بتاع الترخيص ده بسيط بس حضرتك هو المجتمعات العمارية الجديدة كلها تصلح للتمويل العقاري تمام؟ كل المجتمعات العمارية الجديدة كل المشاريع بتبقى معها جواب قرار تخصيص قرار وزاري جواب تخصيص رحصة مباني فهي المجتمعات العمارية الجديدة جاهزة لكل الأوراق هي العقبات اللي ممكن نقابلها هي في عمارات الأهالي في شقاء الأهالي هي دي اللي شوية ايه؟ بالله كتير مثلا بعض المحافظات طبعا الحدودية لها شوية تفاصيل عند الدولة ما بتسمحش مثلا بها فيه مثلا بعض المناطق العشوائية مش يبقى فيها لا ترخيص مباني ولا تصالح ولا أرض مسجلة شهر عكاري فطبعا ده كله أو هو أصلا المبادرة معمولة علشان تطلع الناس من المناطق العشوائية قديمة وعمل لك مجتمعات عمرانية جديدة وقول لك يلا بقى روح عاقسكم في خدار وحاجات أربعة دوار بس بالكثير أو يعني دار مصر وسكن مصر وجنة ومشاريع كثيرة جدا 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 ترحوها الدولة جميل تمام ولسه في مشاريع جديدة كمان هنتعرف عليها مع حضرتك دي دي اللي خلت الموضوع بقى جاذب قوي الناس كانوا طول عمرهم من الناس اللي عاديين في مناطق شعبية بقى لاش ألا أقولها عشوائية ألا أقولها شعبية المناطق الشعبية دي الناس كانوا دايما عندهم حلم الشقة بتطلع يعني بتطلع أو بتطلعوا أننا يبقى عندي ابن حلم الشقة دايما يقول لك يعرفي لعب تحت العمارة يعرفي لعب تحت العمارة تعرفي حضرتك فيلم كاراكون في الشارع بتاع عاد الإمام بالضبط طبعا الناس كلها حلم الشقة دهوة دهاجس عند أي حد أي حد نفسه في شقة إن كان بيبتدي حياة أو حتى متزوج عايز يوسع على نفسه أو عايز يشتري انفست أو يستثمر لولاده فها دايما الشقة دي هي هاجس البيت المصري دايما ما فيش حد في الأسرة مش فيحتاج لشقة فالدولة لما شافت كده الجميل في الموضوع إنها مش بنوعد بخطة خمسية هتحصل أو مش هتحصل لا هي في الطبيعي موجودة ده ده احنا بيناه في كل مكان بنروحوا بنشوف دار مصر سكن مصر اسكان اجتماعي اسكان محدود فده خلى عند الناس بقى إيه بقى فيه تهافت على التعاقد مش اللي هو لا ده ما فيش الكلام ده الكلام ده مش هيجي ما بيحصلش بالنسبة للتعاقد حضرتك بتدي خدمة مميزة جدا من خلال شركتك إن انت بتقدر من خلال شركة ديول عقارية تعمل لهم يعني أنا جيلك فأقول لك أنا أعمل إيه وأوراقي إيه المطلوبة مني وبعد كده حاليا تختار لي الشقة معايا بناء على التسويل العقاري موجود والمتاح في المنطقة دي صح كده؟ بالضبط احنا طبعا في البداية أنا كنت حابب المبادرة دي شخصيا لنفسي عايز اشتري لنفسي أنا حاجة في مبادرة التمويل العقاري فأثناء بحثي قدرت أتوصل لبعض الشركات والأشخاص اللي هم منوت بيهم يجهزوا الأوراق دي لأن فعلا برضو لقيت ناس كتير قوي بتقول لي أنا صعب علي الأوراق ما عندش وقت عاملها ممكن تكون بالنسبة لشخص ما مكلفة فحثة الأوراق دي كانت هي المعضلة في الموضوع حدريك بتخلصت الأوراق فقدر توصل لأننا الحمد لله رب العالمين دلوقتي قادر أشوف من بطاقة حضرتك أبدأ أحضر مستنداتك وأقول لك اللي بعد من حضر مستندات دي احنا دي دلوقتي تتبع عني شريحة وهنروح أنهي بنك والبنك اللي سهل لك الموضوع والبنك اللي هيوافق على تمويل حضرتك احنا ايه؟ بنبدأ نتحرك على المشاريع ونبدأ نشوف المشاريع وبعد ما بيخلص الأوراق بتمشي معك في المشروع مشروع مشروع تقدر تختار ايه حسب شريحتك بالضبط وحسب المكان اللي هو بيترجط أو المكان اللي هو عايزه يعني زي ما قلت حضرتك كل المجتمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية كلها بنذكر حضرتك بنذكر حضرتك وان شاء الله اي حد محتاج يتواصل من خلال تسويق العقاري محتاج يشوف يقدر يتعامل ازاي في التمويل العقاري ويعمل أوراقه ازاي ممكن يتوجه للشركة ديول العقارية واستد احمد يوجهه لأني بنك وأوراقه المطلوبة تبقى مظبوطة ازاي بالضبط عسان يتم التعاقد التليم وبعدين هيبدأ يوجهه برضو للمشاريع المناسبة للشرائح الشخصية بتاعته والشرائح الراتب بتاعه من خلال ده كله هيوفره لك وهيخليك قادر تسري الشقة السليمة وتخبط على باب الحياة السليم عشان تسكن سكن سليم من غير أي صعوبات بعد كده وعلى مدار 30 سنة يا سيدي فانت من خلال 30 سنة انت بتكون مرتاح مش بحط فلوس كثيرة في عقار سابت مرة واحدة فده مريح أكتر عشان كده ناس كلها بتتوجه لي بنسكت حضرتك وأسنين لدي الوقت وشرف حضرتك لينا ومرسي جدا على انت تتميله مع الناس والله لانت تصير رحت لحضرتك وفعلا استلموا وحداتهم وشكرا لحضرتك جدا وإلى اللقاءة الحلقة القادمة شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك